هذا القرار هذا اتخذت الحكومة لأن الأسعار عرفت واحد المستويات مرتفعة وقلنا بأن هذا النقل ديال المدن والنقل ما بين المدن والنقل ديال السلع والبضائع لفائدة الأغيار هذا واحد من العوامل اللي قد تأثر في القدرات ديال الشرائية ديال واحد الشريحة معينة من المواطني اللي قد تستعمل هذا النقل هذا فبالتالي كان ضرورة التدخل عبر إقرار دعم مباشر للمهنيين اللي يستفدوا منه في شهر أبريل وفي شهر ماي وفي شهر يونيو الآن العملية ديال شهر يونيو مستمرة المهنيين تستفدوا لكن الحكومة الآن بالنظر للارتفاعات اللي عرفتها مادة المحروقات تدرس حسب الارتفاع اللي غادي يكون يعني بداية شهر المقبل غايت تقرر واحد الدعم اللي غايت يكون طبعا دعم غايت زاد على الدعم اللي فات وطبعا الدعم غايت تقرر إلى بقات الأسعار مرتفعة إلى الخفضة الأسعار غايت نخفض الدعم وإلى رجعة الأسعار لوضعيتها السابقة ما غايت بقاش الدعم إذن الدعم الهدف منه هو نواكبه المهنيين باش ما تكونش عندهم واحد الارتفاعات اللي يتأثر على القدرات الشرائية ديال المواطنين خاصة كنعرفوش كونه من المواطنين اللي كيستعملوا هاد النوع ديال النقل الآن شنه هما القرارات اللي اخذت الحكومة في مواجهة هاد الموضوع ديال المحروقات قرارات كتيرة جدا ومتنوعة ومبينها القرار الأخير ديال الزيادة في صندوق المقاصة ب16 مليار ديال الدرهم على صندوق المقاصة وعليش الغاز لأنه ما كينش بيت مغريبي اليوم ما تيستعملش مادة الغاز فبالتالي الحكومة منيك تستعمل لإمكانيات الموارد ديال الدولة في دعم هذه المادة فهي تدعم المغاربة على وجه السواء بشكل يعني أفقي لكن دعم آخر أعتقد بأنه ما سيحقق هذه الغاية لذلك الحكومة تدعم الغاز يستعمله جميع المغاربة تدعم الدقيق والقمح الليين يستعمله جميع المغاربة والكلفة دياله ستوصل إلى 6 ديال المليار وكيف ما قال السيد الوزير هذا السنة ديال 2022 ستوصل إلى دعم الموجهة للقمح 6 ديال المليار ديال الدرهم والغاز ستوصل إلى 21 مليار ديال الدرهم إذا بقت الأسعار في الوضعية الحالية لا قدر الله إلى ارتفاعات ستكون ارتفاعات واحدة أخرى نفس الشيء بالنسبة للسكر تدعمه الحكومة بل إضافة لمجموعة ديال الإجراءات اللي قامت بها الحكومة لفائدة مجموعة من القطاعات الحوار الاجتماعي الترقيات حوار الاجتماعي مع بعض القطاعات الاستيرداد ديال القيمة المضافعة بالنسبة للمقاولات المنشور ديال السيد رئيس الحكومة للمقاولات باش ما يتوقفش العمال وما تسأطرش لمقاولات هذه كلها ولكن غادي تشوفوا بأن الخيط الناظم في الدعم الذي توجهه الحكومة هو ليس دعما فئويا ولكن دعم لأفقي تقيس جميع الفئات خاصة الفئات المتضررة لأن هذه واحد اللحظة ماللحظة ديال التضامن وديال التأذر وخص الجميع يتضامن ويتأذر مع اللي ما عندوش الإمكانية والقدرة باش يواجه هاد الإجراءات هاتي او لا هاد التحولات هاتي قبل ما تخرجون ما تنسوش تابونو فلاشين يوتيوب وبرتجي والفيديو ديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي